عدم الثقة المتبادل بين جدع ساعر عدو لكود سابقا والمنشق عن الحزب وبين رئيس الحزب بنيمين نتنياهو كان سبب عدم توصل المفاوضات الهادفة لضم ساعر للحكومة إلى نتيجة ساعر لديه طلب واحد وهو وزارة الأمن ورغم أن نتنياهو يرغب في التخلص من وزير الأمن يؤقل بأي ثمن إلى أنه اختار حتى الآن أن يموطل بالمفاوضات دون أن ينهيها هناك حديث يدور على أنه فعلا ساعر يتوجه لاستلام منصب وزارة الجيش إلا أن هناك ما زالت أمور غامضة في هذا الشأن بحيث من المقربين من نتنياهو والمستشارين منهم مثلا صار نتنياهو بالإضافة إلى المقربين أو بيئة نتنياهو ترفض بأن يكون صاعر بخوفا من عدم الوثوق به بكل الأحوال هناك حديث يدور على وزارة العدل إلا أن هذا الأمر لا يرد لغاية هذه اللحظة لا يوجد حسم في مثل هذه المسألة هناك ما بين النفي والتأكيد ساعر الذي انشق عن جانس وأيزنكوت أثناء الحرب وذلك بسبب منع جانس له من أن يأخذ دور أو مكان في كابينت الحرب استطلاعات الرأي لا تعيده بالكثير وقد عريف أنه ينفي علنا دون تردد الشائعات السياسية ولكنه في هذه القضية لم ينفي وراوغ في المقابلات الإعلامية في سؤاله عن المفاوضات لكنه في جلسات الجان بدأ يظهر رؤيته لإدارتي وزارة الأمن ואנחנו היום מבינים לא רק עכשיו שבשנים הקרבות, בעשור הקרוב אנחנו בחזית של מלחמת השמדה בכל החזיתות وما אנחנו עושים תוך כדי האירוע הזה? מקצרים בעוד חודשיים את השירות הצבאי הסדיר ומתפלפלים פה ועושים את הכל רק כדי לא להיכנס ללב העניין ואני אומר קודם כל קיצור לשלושים חודשים הוא אבסורד אנחנו חייבים לתקן את זה אנחנו פוגעים בעצמנו אני אגב, יש לי גם הסתייגויות מההצעה כפי שהיא אני לא מתלהב מאורך שירות לא אחיד מדיפרנציאליות אני חושב שיותר נכון נורמה אחידה גם אני לא חושב שהוראת השעה לחמש שנים היא נכונה תאמינו לי שעוד חמש שנים האתגרים הביטחוניים יהיו לא פחותים ומחייבו עדיין שירות סדיר לפחות כמו שעדור של יסה ضم ساعר بهדف توسيع الاتلاف قد يساعد نتنياهו في التخلص من גלנד וيقلل حجم تهديدات بنكفير וסמوترج بفק الحكومתי וيقلل من شأن תحكمهما في نتنياهו لكن ساعر لن يتوانى عن الاحتجاج في كل خلاف أو اختلاف وتسريبه للإعلام וכما لا يثق هو بنتنياهו فنتنياهו أيضا لا يثق به لكنه ترك الباب متواريا